منا جديد اهلا بكم في شير فيديوهات الافراج عن المغاربة العائدين من مدينة وهان الصينية من الحجر الصحي تشتاح السوشيال ميديا فرحة كبيرة جاءت بعد انتظار دام حوالي عشرين يوما هي فترة المراقبة الطبية بكل من مستشفى سيدي سعيد بمكناس ويضا المستشفى العسكري محمد الخامس بالعاصمة الرباط ما عزز فرحة الاهالي بلقاء ذويهم هو اعلان وزارة الصحة المغربية اعلانها عدم وجود اي اصابة او اعراض مرتبطة بفيروس كورونا في صفوف هؤلاء المواطنين موسيقى محمد لله كنا تابعنا معكم في شهر قبل ثلاثة اسابيع من الان وصول الطلبة المغربة الذين تم اجلاؤهم من مدينة وهان الصينية بؤرة انتشار فيروس كورونا ووصولهم لأرض الوطن وقتها كانت الاستعدادات الكبيرة والاحترافية التي عادتها المغرب للتعامل مع الموقف هي حديث الساعة لنسترجع هذه اللقطات معا دعونا نشاهد تعليمات الملك محمد السادس لعادة المغاربة المتوجدين في مدينة وهان واتخاذ كافة التدابير لاستقبال كانت محل تقدير وامتنان من المواطنين المفرج عنهم طبيا هذا ما عبروا عنه بعد خروجهم من الحجر الصحي في رسالة شكر كبيرة جدا لنشاهد كانت هذه قصة المغرب في تعاون مع 167 مواطن عائدين من وهان الصينية ما رأيكم فيما أعدته المغرب من استعدادات واحتياطات لمواجهة فيروس كورونا برأيكم هل تستحق أن تكون نموذجا يحتذى به في التعامل مع الأوبئة والأزمات الصحية شاركونا أرائكم على صفحات شير على السوشيال ميديا شكرا